تاحياتي للجميع وأهلاً وزهلاً ومرحباً بكم اليوم إن شاء الله رح أتابع عملية فضح جماعة الأرض المحدبة والفيديو المزعوم من البرازيليين أو الفريق العمل البرازيلي الذي يتحدث عن الأرض المحدبة وهي اختراع جديد قاموا به وإن شاء الله اليوم بعد ما وجدت لهم فيديو جديد الفيديو مش جديد هو صار له طالع خمس أشهر لكن هم برضو يتحدث فيه عن نفس الموضوع الأصلي إن شاء الله أن الصوت منهم ما يكون مزعج كتير لدرجة أنه يغطي على صوت الكلام اللي أنا بدي أحكيه التعقيب على هذا الفيديو فأنا رح أواطي الصوت من عندهم ورح أخلي بس الصوت من عندي الكلام طبعاً هذا الفيديو اللي هو شكله زي الانيميشن هيك 3D تشيب كأنه من من لعبة درجة عاشرة أنا على فكرة لما بضحك أنا بستهزئ في هدول العالم وستهزئ بالناس الأغبية اللي بيسمعونهم وبردوا عليهم طبعاً ما شاء الله ما أكترهم في العالم العربي اللي بيسمعوا لهذا الكلام وشيء مؤسف جداً 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 إنه يكون فيه ناس في هذا العصر بنضحك عليهم بهذه السهولة عزيز المسطح أنت إنسان مضحك عليك بكل بساطة وبكل وضوح أنت إنسان مضحك عليك أنت إنسان ساذج إنسان سمحت لأشباه البشر هدول الأغبياء أن يأخذوا عقلك في نزهة على العموم طبعاً هون بيحكوا عن السبينينج بول اللي هي الكرة وكيف أنه شيء غير طبيعي إنه إنسان يعني كيف معقول ما بتطيروا أنتوا عن الأرض هاي طبعاً تحكي لها الجاذبية طبعاً تتهكم عليها الأخرى إنه الجاذبية ها 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 ما هي الجاذبية هاي أنتوا بتخترعوا إشي جديد معقول في الجهة الثانية من الأرض ما في جاذبية الحمد لله يعني سبحان الله على نعمة يعني الحمد لله على نعمة العائل المهم بتشرح لها يعني بعض الأشياء فالمهم هاي البنت الثانية مستغرب كتير إنه كيف يعني إنه في إشي اسمه كرة أرضية وكيف إنه الجاذبية بتشتغل عليها وبتسمح للمياه إنها تتبخر طبعاً الكلام التافي السطحي السخيفي اللي بظلهم دائماً يرددوا لكن بعد هيك إحنا حنقلص من 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 تخبيصات الأسئلة العجيبة اللي عن الكرة الأرضية ورح نشوف هي شو بتحكي شوف يا جماعة بتقولها أنا إنه الكوكب اللي هي عايشة عليه هو عبارة عن وهي بالحرف الواحد يعني بالشكل الشكل الواضح هو على شكل إنجاصة حقيقية يعني مش إنه هو شكل إنجاصي للكرة الأرضية لا 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 هي إنجاصة حقيقية هاي شكل إنجاصة هادول جماعة الأرض المحدبة هادول هما جماعة العلماء البرازيليين مش حدا بتدعي عليهم هادول العلماء البرازيليين وهذا الفيديو لإلهم مش لا أي حد تاني مش لا حد بتدعي عليهم هما بيقولوا عن نفسهم نكمل هو عبارة عن بالزبط عبارة عن حبتكم مثرة بس هاي مأصوصة من النص وتدور في الفضاء آآ آآ وتدور في الفضاء بإنحناء بدرجة 20 and 23 ديجريز إنحناء الدوران تبعها لهذه الأرض المسطحة اللي على شكل حبتكم مثرة حقيقية هالمرة اسمعوا نتحكيلها عنه وهو شكله مثل الدسك ويدور حوال حوال نفسه آآ آآ ما يبقين على الأرض هو الضغط الجوي ماشي الحال يعني لو ما كان في ضغط جوي هو الشيء اللي بيخلينا على الأرض منتاز جدا آآ بالإضافة للمغناطيسية وكثافة الهواء يعني أنا ما بعرف أنا بعرف أنه في ناس من اللي بتسمع كلام تسمع كلام قصة الأرض المسطحة ما عندهم خبرات بالعلوم يعني ما بعرفوا بالكلام هذا الضغط الجوي ليس قوة الضغط الجوي هو من مؤثرات الجاذبية هو من من تبعات الجاذبية لأن الجاذبية ماسكة الغلاف الجوي وبتمنعه أنه يطلع فال المسافة أو الجزء اللي الضغط الجوي جاي فوق منطقة معينة العمود من فوق الضغط الجوي من الهواء اللي فوقك هو هو لسبب الضغط الجوي يعني الضغط الجوي أصلا من أسباب الجاذبية يعني كيف نعرف أنه في جاذبية أنه في ضغط جوي أحد المؤشرات على الجاذبية هو الضغط الجوي الكثافة لا إلها علاقة برضو بالجاذبية أو بقوة الكثافة مش قوة الكثافة هي إحدى الأشياء اللي تصف فيها المادة يعني بتقول مثلا هذه المادة طرية هذه المادة زرقاء هذه المادة شفافة هذه المادة كثافتها كذا هي من صفات المادة هي ليست قوة يعني ما في إشي اسمه الله لأن الكثافة فصار في عنا قوة الكثافة ما إلها أي علاقة بالقوة نهائيا والكثافة ما بتتغير ولا بأي محل ولا إلها علاقة بأي محل بعدين الكثافة ما بتتوجه بجهة معينة ما إلهاش القوة إلها جهات والقوة يعني لها ممكن تحديد اتجاهها ولهذا قوة الجاذبية اتجاهها دائما إلى أسفل هذه هي قوة الجاذبية الجزء الثالث الذي حكيت عنه وهذا قمة الغباء هون هون قمة السخافة والاستخفاف في عقول الناس هون قمة الاستخفاف بعقول الناس المسطحين يعرف شو هو؟ لما حكت المغناطيسية جسم الإنسان ليس مغناطيسي يعني لو تحجبك مغناطيس ما يجنبك معظم المواد الموجودة الهواء الماء الحجارة 99% من الحجارة ليست مغناطيسية او بلاش نحكي 99% اي مواد مش حديد ونيكل وكوبلت ما بتكون مغناطيسية هناك مواد مغناطيسية فيها مغنطة يعني نفسها هي نفسها مادة مغناطيسية وفي مواد ممكن انك تمغنطها وفي مواد لا تتأثر بالمغناطيس او لا يجذبها المغناطيس بشكل عام ممكن عندك مثلا انه حاس الالمينيوم الرصاص الزنك الفضة الدهب كل هاي المواد لا يجذبها المغناطيس فلما نحكي احنا ان المغناطيسية هي لها علاقة بي احنا ليش منظلنا وقفين على الكوكب الأرض هذه قمة الاستخفاف بعقول الناس هذا يعني اذا اصلا تركت كل شيء تمسك هاي الشغلة وبتقول فيها انتو تستخفون بعقول الناس كيف تسمحوا لنفسكم ان تستخفوا بعقول الناس بهذه الطريقة نكمل انا لم تفكروا عنها انتو تنفكروا عنها جماعة الأرض المسطحة تنفكروا عنها في علماء صار لهم ألاف السنين بيفكروا بهذا الموضوع هذا الشيء مش جديد في ناس في واحد اسمه عالم أثناء حياته في الدراسة يوميا بيقرأ كتاب ولا بيقرأ نص كتاب ويتعلم ويحل معادلات ويتعب على حاله ويتعب على دراسته هو اللي عنده الحل هو اللي عنده الجواب مش واحد انا عمري ما فكرت في هذا الموضوع وفجأة انت رح تصير تفهم فيه لا ما رح تفهم فيه ما رح تصير تفهم فيه ما تغش بحالك ما تضحك على نفسك ما رح تشوف 3-4 فيديوهات على اليوتيوب وتصير انت عالم ما رح تشوف 3-4 فيديوهات على اليوتيوب ورح تصير انت خلص فهمت كل شيء والأرض مسطحة والله العظيم انت الأرض مسطحة وتصير تحلف أيمان أيمان كلها الأيمان كاذبة لأنك انت مش فاهم اشي والدين يقول لا الدين لا يقول اذا بتروح للدين الصحيح ما بيقول هذا الكلام ما بتقدر انت تيجي وتحكي والله الدين بيقول والعلم يقول العلم كلمته أقوى من أي شيء ممكن تقولها وانا ما بحكي هيك بس عشان عبادة للعلم لا علشان هذه حقائق مدعمة ويتم دائما إعادة النظر فيها العلم لا يأخذ على كلام أحد ولا يأخذ بالإيمان ولا تحتاج للإيمان أصدر عشان تنثق بالعلم العلم هذا يلقذ حياتك ويلقذ حياة غيرك آمن كما تحب آمن بكل شيء من أهم الأشياء الإيمان ونحن دائما مع الإيمان لكن ليس باستطاعتك أبدا أن تفند العلم بأن تقول والله الإيمان تبعي يقول هكذا غير هيك إذا الإيمان تبعك يقول إنه ما في جذبية روح نطبل فوق العمارة ورجينها ما في جذبية إذا الإيمان تبعك يقول إنه الكرة الأرضية مش كرة جب لي صورة الكرة الأرضية جب لي صورة الأرض اطلع ورجيني وين الأرض إذا الإيمان تبعك بيقول إنه الأرض ما بتتحرك بالسماء فسر لي كل الظواهر اللي ما بتتفسر إلا بحركة الأرض إذا الإيمان تبعك ما بقدر إنه يكون إجابة الحقائق والمشاهدات الحقيقية اللي إحنا بنشوفها بشكل يومي الإيمان تبعك غلط ما تحكي لي ربي حكا لأنه فيه خمسين رب تانين حكوا أشياء تانية إحنا ما منقدر ناخد على كلام شخص إحنا مناخد على العلم والعلم هو بقياس الوحيد اللي كل الناس بتساوي أمامه ليش؟ لأنه ما بيتاخد على كلام حد ما بيتاخد على كلام شخص تاخد أنت وتجرب من نفسك تتعلم تتجرب أما بدون ما تتعلم ونروح تحت الكلام من عندك هذا كلام فارغ كن مؤمن كن مؤمنا اتبع دينك ما فيه أي مشكلة لكن لا تقول أن ديني يخالف الحقيقة لن يصدق أحد بدينك أنت أول إنسان تكفر الناس بدينك أي إنسان يحكي أنه الله ما فيه شيء اسمه كرار أرضية وديني قال هذا حيقول لك أنت ودينك لا قيمة لكم ولن نسمع لكم شيء كل كلام غلط نكمل نشوف إيش فيه كمان بهذا الفيديو العجيب إنجاصة كوكب الإنجاصة قمة الاستحقار لعقول الناس وتتوقعون منهم أنهم سيثبتون لكم أن الأرض مسطحة أنتم ساذجين جدا إذا فكرتم بهذه الطريقة قمة الساذجة تكونون إذا فكرتم أنهم سيستطيعون أن يثبتوا أي شيء بهذه الطريقة هذا موقعهم الرسمي تابعوا معي أنتو هذا الموقع الرسمي هذا النصاب الكبير الذي يقول أنه عالم بالحضارات العجيبة خارج الكرة الأرضية قاموا ببناء قاموا ببناء هرم تخيلوا لماذا الهرم لبناء أنا بستعمل الترجمة بالإنجليزي الهرم الذي بنوه المزعوم هذا قاموا ببناءه لدراسة فيزياء الكم الناس تبني مسرعات تكلفهم 20 مليار تشترك في 50 دولة يقوم بالأبحاث يوميا على أحدث ما توصل إليه العلم حتى تدرس حتى تصبر أغوار الفيزياء الكمية وهؤلاء راحوا بنوا هرم من الحضارات البائدة حتى يقومون باكتشاف أسرار الكوانتوم ميكانيكس هؤلاء الذين سيثبتون لكم أن الأرض مسطحة وهذه بقية الأشياء العجيبة يتكلمون عن حضارة الأمازون دين الموجودة طبعا وهل هي حقيقة أو خيال طبعا أنا بعتذر على المنظر أنا ما كنت شايف أنه راح يطلع هيك عندهم نكمل بقية الأشياء بديش أرجع لحضارة الأمازون بس أنتوا واضح يعني أنه في نسوان من الأمازون وما شاء الله عنهم يحاربون العالم كله وهم عرا نكمل مجرد كلام فاضي وكلام فارغ يعني مش عارف الناس الذين يؤجرون عقولهم لحثارة البشر مثل هذه كيف تفكرون ما بالكم ماذا حدث لعقولكم كيف يعني طفيتم طفيتم نور عقولكم وابتعدتم عن العلماء ولجأتم إلى هؤلاء الدجالين هذا السؤال أتركه مفتوح لكم ويالك تجاوبوني بالتعليقات تحياتي للجميع وأشوفكم في فيديو جاي ترجمة نانسي قنقر